أنشئ مركز اللغة والثقافة العربية في جامعة بلغراد الروسية تحت اسم مركز محمود درويش في الذكرى 147 لإنشاء الجامعة بمساهمة من سفارة دولة فلسطين وهذا يؤكد أيضا بأن محمود درويش أحد أهم الأسماء الحسنة الشعرية في القرن العشرين والذي لا يمكن أن يجاهله خاصة وأن الروس ما يزالون حتى هذه اللحظة يقرؤون شعار محمود درويش ومحمود درويش أيضا ارتبط إلى حد كبير بالثقافة الروسية معروف تماما أنه ترجم إلى الروسية وحصل على جائزة الليل وكان كثير الزيارات للاتحاد السوفيتي علاقات تعاون وصداقة تربط جامعة بلغراد بجامعة الاستقلال الفلسطينية التي ساهمت بافتتاح هذا المركز نياتي هذا المركز تعزيز أن علاقة التعاون الأكاديمي البحثي الثقافي المشترك ما بين جامعة بيلغراد وجامعة الاستقلال وهذا المركز يأتي تجسيدا وتوثيقا للعلاقة التي تربطنا فيوجد هناك مركز في جامعة الاستقلال باسم الشاعر سيرجي يسين في جامعة الاستقلال وهذا المركز سيكون منارة علمية أكاديمية ثقافية للدارسين لنقل الثقافة العربية إلى العالم في روسيا وأيضا نقل الثقافة الروسية إلى العالم العربي هذا المركز سيشكل قاعدة لتعزيز ونشر اللغة والثقافة العربية بالإضافة لكونه محورا للتبادل الثقافي مع شعوب روسيا من خلال الإبداع كما كان الشعر الفلسطيني الشهير محمود درويش الذي درس في موسكو وقعنا اتفاقية مع الجامعة لنساعد بعضنا بعضا وهذا توجهنا حيث نتحرك لتلاقي دولتين وجامعتين ومركزين لدراسة ثقافتي ولغتي بلدينا وقد تم منح طالب الدراسات العليا في المعهد الطبي أحمد منصور شهادة سفير جامعة بيلغراد لجهوده المميزة بما في ذلك بإنشاء المركز أشكر على هذه الثقة التي تم منحها من قبل جامعة بيلغراد الحكومية التي قامت على هذه المشروع وكذلك لمحافظة المدينة التي يهمها تكفلها بتقييم الدعم لهذه المشروع التي قامت المركز للمحمود درويش وأقام المسؤولون بزراعة شجرة زيتون كرمز للسلام والصداقة والتعاون بين روسيا والعالم العربي عبر هذه المراكز سيتمكن المواطنون في فلسطين وروسيا من زيادة التعرف والانخراط بتاريخ وثقافة كلا الشعبين وتعزيز التعاون في المجال العلمي والثقافي والإبداعي طلال محمد أكفار تلفزيون فلسطين موسكو